السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم اتمنى ديما اموركم تكون باخر وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يلا كنتو اول مرة تشوفوا القناة وعجبتكم ما تنسوش تشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد الوصفات ومرحبا بكم في القناة بنسبة الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هجيتكم باسرار لنجاح بغرير كوني متأكدة لما كينجحشلك بغرير يلا جربتي بها الطريقة فكني متأكدة انه غادي نجحلك مية في المية ان شاء الله فبنسبة المكونات دياله فغادي نحتاجو كاس مع مرش ديال دقيق الفورس نقصة منه تقربة واحد معلقة كبيرة جوج كيسان ونص ديال ما اللي كيكون دافي غادي نحتاجو كاس مملوء جيدا ديال تقيق ديال الفينو فانا مستعملش سميدة غادي نديرو بتقيق ديال الفينو معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية معلقة صغيرة ديال السكر ثانيدة نص معلقة ديال الملح وغادي نحتاجو صاشية وحده الوزن ديال هاتمينية جرام ديال الخميرة الفورية ومن طبيعة الحال غادي نحتاجو المكوين اللي غادي نديرو في هاد البغرير وما غاديش نخليو هاد البغرير او لا الخالط ديالو بشير تاح او لا يختامر فغادي نطيبوه مباشرة بعد ما غادي نخلطوه فغادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الخل الابيض بنسبة الطريقة فهي سهلة جدا فكتاخدو شئنا او لا كتقدروا تخلطو هاد المكوينة كاملة في الكاس ديال الخلاط الكهربائي فوضعت هنا يا كاس مع مرش ديال دقيق الفورس كيف ما اذكرت لكم راني نقصة منه واحد معلقة صغيرة مملوءة جيدا غادي نديرو هنا يا كاس ديال دقيق ديال فينو نصف ملعقة ديال الملح غادي نضيف هنا معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية اللي هي الخميرة ديال عجينة امي العقة صغيرة عمراد ياسكر سعني ديال هي السكر حبيبات بنسبة الاخوات اللي معنا في الدول العربية غادي نخلط هاد المكونات في اللولة في اللول هاد المكونات الجافة متابعة لحال بالخلاط اليدوي ومباشرة غادي نمشي باش نضيف الماء فبالنسبة الماء كيكون دافي واحد شوية حاولوا انكم مدفيوش بزاف لانكم اللي غادي تضيفوه على هاد الدقيق او اللي لست عملتو اسمي دقيقة فغادي ولي لكم الخليط بحل لستيك وهذا خطأ كيديرو بزاف ديالاخوات وما كينجحش معاهم بغرير فضفت هنا يا جوج ديال كؤوس عمرين ديال ما اللي كيكون دافيه خلط بالخلاط اليدوي ومباشرة غادي نحيدو وغادي ننخلط الان بالخلاط الكهربائي كيف ما اذكرت لكم را تقدرو تخلطو هاد المكونات كاملة في الكاس ديال الخلاط الكهربائي او لا إلا عندكم الميكسر بحل هكا فكتقدرو انكم تخلطو به فباشي نجح لكم البغرير كونوا متأكدين متأكدين غادي نجح لكم مياه في المياه الى خلطو هاد المكونات زيان تقريبا واحد خمسة ديال دقيق خسكم تحنو هاد المكونات كاملة حتى كيبانو اللي كوم هاد الخالط مباشرة غادي نضيف هنا اربع كاس لول كيف ما اذكرت لكم عندي جوج ديال كيسان ونصف فنحاول نضير جوج ديال كيسان في اللول بعد ما غادي نخلط واحد خمسة ديال دقيق غادي نضيف اربع كاس غادي نخلط مرة اخرى كيف ما كتشوفوا معي الفقاعة كيتزادو وكيو الحجم ديالهم صغير وهنايا غادي نضيف اربع كاس اللي بقاليا باش نكمل هكا جوج ديال كيسان ونصف غادي نخلط الكل بالخلاط الكهربائي ومباشرة غادي نضيف هنا هي الصشية ديال الخميرة حمراء كيف ما اذكرت لكم الوزن ديالها 8 جرام وبالنسبة المكوين اللي غادي نضيفه هو ملعقة صغيرة ديال الخل الابيض فكنت شاركت معكم الليبنات الطريقة ديالي المعتمدة ديال تحضير بغرير فمرة كان ديرو بالدقيق ديال وبعد المرة كان ديرو بالساميد الرقيق فبالنسبة الاخوات اللي متابعيني في القناة ترهو معارفين هادي هاو ما المكونات المعتمدة عندي فكيف ما كتشوفوا معي الكتفة ديال الخليط هي هادي ما كتكونش تقيلة بزاف وما كيكونش الخليط خفيف بزاف وهنايا غادي ندوز مباشرة باش نطيبو وغادي نديرو هنا في هاد الميقلات المربعة كيف ما كتشوفوا معي فاول حاجة باش نجحلكم البغرير ديالكم كونوا متأكدين يلا درتو هاد طريقة غادي يتقبلكم وغايجيكم خفيف فكتوضع الميقلات ديالكم على نار اللي كتكون مجهدة كتخليوها حتى كتتتخن مزيان مباشرة كتمشيو كتوضعوها تحت الروبيني وكتحاولو انكم تديرو فيها المالي كيكون بارد كتحاولو انكم غير تشلوها مشتخليو فيها الماء مودة اللي هي طويلة من بعد كتوضعوها على النار اللي كتكون دائما مجهدة او لمرتفعة وكتوضعو الكيمياء ديالكم اللي غادي تحتاجوها ديال هاد الخالط ديال البغرير وكتحاولو انكم تسرحوه وكتخليو دائما العافية مجهدة وكتخليو هاد البغرير ديالكم حتى كيتقب وكيطيب لكم زيان وكيتحمر لكم طبيعة الحال من الاسفل اللي انا ندرنا فيه ملعقة صغيرة ديال السكرسانيدة فبالنسبة لسكرسانيدة فهي كتساعدو انه كيختامر بسرعة وكيتقبلينا وفي نفس الوقت راكيت تحمر من الاسفل صاف هنا بعدما كيفما كتشوفو معي بعدما تقبليا فكنتمنى ان الطريقة تكون واضحة لكم وكيفما كتشوفو معي راكيت تقب وكيجيناج حمية في المياه فغادي نبقى كنطيبو بهالطريقة وغادي نحيدو ومباشرة كنمشي كنوضع الميقلس ديالي مرة اخرى تحطروا بيني كننحاول انني نبردها وكنوضعها على النار كندير فيها تاني كيمياء ديال الخالط ديال البغرير وكنخلي من طبيعه الحال هاد البغرير حتى كيتقب وكيبالليا نشوف من الاعلى وتتحمر لي من الاسفل ومباشرة كنحيدو وكتوضعو في واحد المين ديال وكتحاولو انكم تغطيو باش هكالبنات ملي كيبرد لكم فكيبقى لكم دائما خفيف ورطب فغادي نستمر بحلقة حتى نكمل الكيمياء اللي عندي وغادي تشوفوا معي البنات فغادي نطيب هاد البغرير غادي نطيب نصف الكيمياء هنطيبها مربعة ونصف الاخر فغادي نديرو ان شاء الله بشكل اللي هو عادي بشكل اللي هو دائري وبنسبة لها الميقلات البنات فانا في الاول كانت كتلسق ليا ومن بعد البنات بقيت كندهنة واحد شوية بعد ما كنشللها من الماء فكندهنة شوية بالزيت وهكا كم طيفيها وما كتلسق شليا فحتنتوا مايلا اخذيتو شي ميقلات وكتلسق لكم فحاولو انكم تديرو الميقلات ديالكم حتى كتتخن زيان ومن بعد كتشلوها تحت من الروبيني وكتفضعو على النار وكتاخدو غير طريف ديال القطن وكتدهنو الميقلات ديالكم وهكا كتكونوا متأكدين ان البغرير ديالكم ما غديش شعفون يلسق لكم في المقلاء فبنسبة لها البنات كنت شاركت معكم واحد طريقة بالنسبة لاخوات اللي عندهم مقلاء اللي كانوا كيطيبو فيها بغرير رمع المودة بدات كتلسق لهم كتر ماشي كتلسق لهم غير واحد شوية فكنت شاركت معكم واحد الحيلة فكتاخدو البنات الملح وكتوضعو الميقلات ديالكم على النار اللي كتكون جيدة كتخليو هذيك الملح فوق الميقلات حتى كتتخن مزيان وكتاخدو وا واحد المينديل وكتحاولو انكم تحكو هذيك الملح في المقلات وهكا البنات كتتحيد من هالدهون اللي كتكون فيها وفي نفس الوقت كترجع لكم جديدة بحال اللي لاي الله شريتوها وما غديش تلسق لكم فجربوا البنات هذي الحيلة لان بزاف الاخوات اللي كانوا جربوها من اللي حطيتها في واحد الروتين وشاركتها معهم وجربوها ونجحت معهم فكنت منحت انتم ميلاك تلسق لكم المقلاء ديالكم ديروا نفس طريقة فانا بعد ما غدي انطيب هذي البغرير فاكيد اكيد مرة اخرى من الل احداق لانطيب في هذه المقلاء فانا ما غديش مننننبقك اندينها كله مرة بالزيت وانا كي في عمPER kiامي فيه طيبت النصف الكيمياه اه...ي شكل ديال اه اه همربع بالنصف الاخر فانا اخذت هنا هى المقل الواعجة وغدي نطيبو كيف ما كتشوفوا معي ركائط ص싸ف فأكيد نكمل الكيميا كاملة يعني وغديند لأق نتلقى معكم فاش شوفوا معي الشكل النهائي ديال البغرير وكيف ما كتشوفوا معايا في الجيال اخرى فانا دايرة فاوكي طيب وكيوجد بسرعة فانا دايرة مدرك البغرير ديال اتاي كيتشحر على خاطره لوقت اللي غادي نسالي البغرير فاكيد غادي يكون وجد عندي اتاي وغادي نحط ان شاء الله هاد البغرير وغادي نوريكم الشكل دياله كيف ما تكرت لكم حاولوا دائما ندير واحد المين ديال وتوضعوا البغرير ديالكم وهكا كي ولي لكم ارتب وفي نفس الوقت اللي بنات راه كي يبرد وهدا والشكل النهائي ديال بغرير كيف ما كتشوفوا معايا را كي يجي متقب كي يجي محمر من الاسفل وفي نفس الوقت را كي يجي خفيف بزاف وغادي نوريكم اللي بنات باش شوفوا معايا راقا الحبات نجحوه مياه في المياه فكنتمنى انكم تجربوها طريقة خصوص الاخوات اللي ما كينجحش معاهم بغرير وكانوا جربوا طريقة ديال تحضير بغرير اللي كنت حطيت لكم جوج ديال الفيديوهات ونجح معاهم البغرير فان شاء الله تجربوه حتى بها الطريقة ديال تقيق الفينو ماشي بسميدة رقيقة وحتى هو ان شاء الله غدي نجح معاكم وإلا جاوكم ضياف علاق فكنوا متأكدين أنكم إلا جربتوه فغادي يحمر لكم لوجا قدام ضيوف ديالكم ما تخافوش منه أنه ما يتقبش لكم أو إلا ما ينجحش لكم فكنتمنى قبل ما تخرجوا من الفيديو أنكم تخلوا لي لايك ديالكم وتبرتجوا هاد الفيديو مع الأصدقاء وكيف ما اتكرت لكم فبالنسبة لمكونات هاد الوصفة فغادي تلقاوها ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف وفي أول تعليق أسفل هاد الفيديو وانتظروا مني ان شاء الله كل نهار بالنسبة لأخوات اللي كي سولوني شن هي الوقت اللي غادي تبقى يتحطي لنا فيه الفيديوهات فان شاء الله فإلا ما كنتش مشغولة فكل نهار ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم فيديوهات مع الرابعة والنصف زوالا مع ربعة ونصف ديالعشياء فانتظروا مني دائما الجديد ودائما فيديوهات اللي غادي نبقى نحط لكم فكنتمنى أن القناة دياليتنا لإعجاب ديالكم ولي فيديو اللي كان حط لكم تكونوا كتستفدوا منه فكنتمنى لكم دائما فرجة ممتعة ونتلقى ان شاء الله في فيديو قديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة